نرجع نتكلم على الدوري المصري يا طاري تلاتين جولة انتهوا من الدوري المصري في رأيك إيه الاختلاف اللي موجود في الدوري المصري في الموشم ده أهم حاجة لحظتها لحظتها إيه من حاجات بزيب من الناعية الفنية ولا الموشم ده زي زي المواسمة اللي فاتت لا فيه اختلافات فيه اختلافات فنية يعني خلينا نقول دخول فريرة للدوري المصري في وسط الموشم برغب ان هو ما جاش من بدري ولكن جا فترة متأخرة ولكن أضاف كتير جدا للدوري المصري يعني احنا كنا في الأول ما بنشوفش مثلا فرق بتلعب بتلاتة وراء ما كناش بنشوف فرق بتلعب بالكومباكت زي زي ملك ما بيلعب دلوقتي ما كناش بنشوف فرق بتحول تستغل نقاط قوتها بنفس الشكل اللي بيحاول يشتغل به في ريرة دلوقتي فده من النقاط اللي ممكن نقول هي اضافة فنيا للدوري المصري في الموسم الحالي كمان يعني عشان نقول كل حد ياخد حقه بيراميز في أول المصري ما بدهوا مع كابتن إيهاب جدال كانوا بديهم بشكل كويس جدا فرقة كان لها سيستم وكان لها استراكشور هدوم هجومي وكان لها نظام لعبة شام لما تتفرج عليه تحس لانت فعلا بتتفرج على فرقة لها هوية معينة في الملعبس تشتغل عليها فول باكسو بيخش الجوه لعب الارتكاس دايما بيحاول يفضي نفسه يكون افيرابل في ناس بين الخطوط بتحاول تشتغل على تطلب الكورة الممرات الخامسة بيشتغلوا عليها فكان فيه فعلا شكل هجومي لبيراميز أنا كنت أقول إن بيراميز لو كانوا يكملوا مع كابتن إيهاب جدال لغاية الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي ما كانش بعيد أبدا اللي هم يكونوا بينفسوا بشكل حقيقي فعلا على الدوري وفعلا بيديقوا الزمالك فدي من أهم بسهم أعتبرهم يعني في مركز كويس مركز كويس ولكن خلينا أقول إن الدوري يعني تقريبا للزمالك خلاص يعني الدوري تقريبا محسوم للزمالك ولكن أنا بقول لو كان كابتن إيهاب جدال موجود معهم لغاية دلوقتي ما كانش الدوري هنقدر نقول لو هو محسوم للزمالك أنا عايز أعلق على النقطة اللي قالها طالعي إنها مهمة جدا على موضوع فريرة إن فريرة هيبتدي يخلي الإدارات تهتم باختيار المدرب قبل اللعيبة اللي بيحصل أميده إن انت بتروح تدفع 5 مليون دولار في لعب 3 مليون دولار في لعب 4 مليون دولار في لعب وتبتدي تبخل في المدرب فريرة أثبت إن أهم حاجة في فرقة الكرة هو المدرب لإن بكوالة اللعيبة دي إنت ما تقدرش تقول إن معادة زيزو معادة كان بن شرقي إمام لعب مميز والكلام ده كله لكن فريرة عرف يخلق من الجماعية حاجة جامدة جدا إنت دلوقتي إنت بتتكلم إن فريرة هو بصمته بصمته هي اللي مخلية نادي الزمال الكيد فإنت دلوقتي هترجع تاني أو لازم تهتم مفيش حاجة يسمعها إن أنا مثلا راح أدفع عميده للعب كرة 5 مليون دولار واجه عند المدرب أقولك إيه عددت خاني ياخد 600 ألف دولار في السنة ولا مليون دولار في السنة لأ المدرب يستحق إن هو مثلا لو مدرب قوي حاجة زي فريرة تضيف للكرة المصرية وتضيف للدوري لأ أنا راح أتفعل 2 مليون و3 هو استراكشة كاملة يا شام لازم أنا بقول إن فرقة الكرة دي من هي استراكشة كاملة إدارة جامدة مدير فني قوي ولعيبة كويسين بس أطار قولك حاجة المدير الفني من غير لعيبة كويسين مش هيقدر يشتغل بقولك حاجة ما هو أثبت العكس أنت عندك كم عنصر